بسم الله الرحمن الرحيم فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأقذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفقت الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فذكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في دنة عالية خطوفها دانية قلوا واشربوا هذيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أذر ما حفابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا للغسلين لا يأقلم إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر